دكتور ناجي لا يخفى عليك الموضوع أنه في هالأيام في كتير ناس عم تترك الدين وعم تلتجي إلى الإلحاد خلينا نفهم أول شيء تعريف إيه هو الإلحاد حتى نقدر نخود هذه الأسئلة اللي رح نتكلم عنها تمام هنشوف دلوقتي قدامنا على الشاشة نقطة البداية الدنيوية إيه الإلحاد بيفترض إيه بيقول إن الله مش موجود وكل ما هو موجود هو المادة فأول جزء من الإلحاد إن الطبيعة هي كل ما هو موجود ما فيش حاجة تاني موجودة تاني وبعدين نمرة اتنين بيقول إن كل شيء ممكن وينبغي أن يفسر بتلات حاجات بالصدفة صدفة البحثة العشوائية تخيل والزمن الديني ملايين السنين من الأخطاء الأخطاء هتطلع حاجة صح في النهاية وتطبيق قوانين الطبيعية على المادة فدي العناصر الأساسية بتاع الإلحاد اللي بيرفض التدخل الإلهي القوة الإلهية في الموضوع فبيقولك المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة هي كل ما هو مطلوب ده اللي بنسميه ديانة الإلحاد أو المذهب الطبيعي هو ديانة على فكرة لأن لها معتقدات وليهم أفكار إحنا مش بنقول إن الطبيعة مش لازم ندرسها بالعكس إحنا ندرس طبيعة بالتفصيل لكن الطبيعة دي لازم يكون لها خالق لأن أول قانون في الطبيعة بيقول إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم فالمادة عشان تتكون لازم يكون لها خالق يصنعها كل شيء له سبب بالضبط كده تمام عشان كده في آية جميلة قوي في الكتاب المقدس بتقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن فإحنا عايزين في الحلقة دي أسيس نزار نمتحن كل الأفكار إحنا مش بنقلل من قيمة المرحدين على فكرة إحنا بنحترمهم وبنحترم فكرهم وعايزين نتناقش في حوار جاد معاهم عشان يقولوا لنا أسبابهم ونتكلم بلغة علمية دقيقة جدا علشان نشوف إذا كان منطق الإلحاد هو منطق مظبوط ولا لا لكن كما هو متعارف لأي واحد خلينا نقول التعريف البسيط الإلحاد هو رفض وجود الله تمام ومحاولة تفسير العالم من غير وجود الله من غير وجود الله اشتركوا في القناة